نتكلم على أمر مهم وهو ارتنام هذا الشهر الفضيل أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر ونحن في طاعة وإيمان وتزلف وقرب من الله عز وجل أول ما نبدأ به إن شاء الله سبحانه وتعالى أننا دائما نستبشر خيرا ونأمل في الله سبحانه وتعالى الخير ونحن والله عندنا إحساس وشعور وهذا نحن نستميحه من الواقع الموجود أننا نظن ونرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل أن رمضان هذا رمضان لرهجينا إن شاء الله عز وجل سيكون تغير ملحوظ في الأمة بإذن الله لأن الأمة اليوم تعيش في صحوة بإذن الله عز وجل ونساء الله سبحانه وتعالى من يبارك فيها والشباب اليوم يرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ورأينا أشياء العظيم من هؤلاء الشباب الأشياء التي سمعناها ورأيناها والاعترافات والتوبة التي سمعناها من أفواه الشباب ما كنا ننتظرها أبداً والله فنحن كما ننقل لكم القصص الواقعية التي ربما تنجع القلوب وكما أننا نتحصر ببعض الإحصائيات كما هو شأن كل إنسان يدعو إلى الله عز وجل وكل إمام ربما يذكر بعض الإحصائيات المخيفة حتى ينبه الناس عن بعض الأشياء وبعض الآثاك في نفس الوقت والله ينقل لكم البشرى أن الحمد لله أننا نسمع التوبة الجماعية اليوم من كثير من الشباب ولله الحمد منها وهناك تغير ملحوظ ولله الحمد منها وفي الأمة الإسلامية كلها موش في الجزائر فقط ولكن بلدنا الحمد لله يذكر بخير يذكر بخير فيه الدعوة والله عز وجل والشباب يحب السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في رمضان هذا ننفو الخير أحسن وأحسن إن شاء الله وهذا ربي سبحانه وتعالى يغيئ في الأمة في الضرف القصير كما قال ابن تيمي يا رحمه الله قال هذه أمة مباركة يغيئ فيها ربي في بضعة أيام تغير الأمة والتاريخ تاريخ سيرة النبوية بالذات يروي لنا ذلك التغير السريع وتلك الباركة في الصحوة بحيث غزوة الإحزاب التي كانت في السنة الخامسة هذه الغزوة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بمئات الناس يعني عندنا عشرات أو مئات الناس مئات قليلات من الصحابة ربي الله في المدينة يحيط بهم ويحاصرهم عشرة آلاف من الكفاء وبعد ثلاث سنوات فقط بالأقل من ثلاث سنوات يعني تقريبا نراحب أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى مكة يفتحها بعشرة آلاف صحابي وهو يحيط بقوة قاهرة يدخل إلى مكة هذا كانت تغير في ثلاث سنوات فقط كان وهذا من الله عز وجل ونحن دائما نقول هذا الكلام حتى لا يقنط الإنسان من رحمة الله ما نقولوش هذا الكلام الناس تعوجه وخلاص وراحت وما يبقى وهذه كل الكلام بشي تعني أحنا المسلم لم يتربى على هذا المسلم يتربى على أنه لو قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة سجرة صغيرة يريد أن يغرسها وقامت الساعة أخلا أنا نرى الحين عند الله يوم القيامة وتهولت الدنيا فليغرسها قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من يقول أي واحد فينا يقول هلك النس هو أهلكهم أو هو أهلكهم ما كان لها تقول هذا الكلام قول بلي أنا نصلح ونصب نادر ما عليش وخلي تمشي الأمور والرب سبحانه وتعالى هو الذي يبارك ما عندنا نحنا دور في شيء هذا ولا عندنا أثر إلا ونحن أسباب فقط في هذه الحياة وكل واحد فينا يقدم ما استطاع ومسأل الله سبحانه وتعالى يبارك ومن الأدلة والأمور أمور الخير التي نستمشر بها الخير هذه الدورات مثل هذا المسجد ما أقيم في هذا المسجد أقيم في عشرات المساجد وفي ولايات تقريبا كلها يعني الاستعداد هذا المبكر على غير العادة استعداد الناس لرمضان منذ شهر تقريبا قبل رمضان يعني قبل أسبوعين والناس توقيم في الدورات العلمية والدورات التربوية والتوعوية يعني في مناطق عدة وفي ولايات متعددة من أنحاء البلاد هذا الشيء من نعهده من قبل ولله الحمد مننا إنساء الله يتمم ويبارك فهذا الشيء منيح وأزيد على ذلك ما ذهب لا لمسجد إلا والناس يحضرون يعني ما شاء الله يعني أسبوع كامل هنا أسبوعين تعدورة كاملة والناس حاضع تحب أن تسمع الخير فهذا الشيء نستمشر به خيرا إن شاء الله ولكن يا إخواني الكرام المسلم دائما يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه وينظر وينظر ما يجب علينا أن ننتبه إليه وأهم شيء نقدمه لأنفسنا ونحاسب به أنفسنا أن تلك المراجعات وذلك النظر الدقيق يخلينا نعود وننظر في طريقة محاسبة النفس وطريقة استغلال هذه المواسط أول حاجة لابد أن نطرح على أنفسنا واحد للشيء ملاحظة وهي أن الناس اليوم عندنا مع هذا الشهر العظيم اللي هو شهر ربما مرت معيكم الدروس وعرفت قيمة هذا الشهر هذا الشهر لابد علينا أن نقف أول نقطة معه أننا نلاحظ ملاحظة ما هو هذا الشهر يعني هل هو شهر تظهر فيه التقاليد والعادات والألعاب واللهو والبرامج الترفيهية والمسلسلات الدرامية وغير ذلك؟ هل هذا الشهر هذا؟ هل هذا هو الشهر ربما بالنسبة لنا؟ هل هو شهر الترويح؟ شهر انطلاق في الشهوات؟ والتشهيء؟ واختيار المأكولات والمطعومات؟ هل هو شهر تخرج فيه أنت بصحيفة من ملوءة بالكلام حول سعر المادة الفلانية والطعام الفلاني والشراب الفلاني؟ هذا أقل المباح الذي تتكلم به أنتا برض المنظر عن بعض الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها مع الدين أصلا وأنت تتكلم بها هل هو الشهر إمتاعنا؟ الملاحظ أن هذا هو الشهر نحن لأننا نبعاد على صورة السلف رحمه الله لما تسمع الزهري رحمه الله والبخاري رحمه الله وشوف حكايات إلى أواخر السلف إلى القرون الثامنة والتاسعة وشوف أحوال الأئمة كابن كثير وغيرهم كيف كانوا يعيشون رمضان؟ بل والعلماء الذين يعاصروننا انظر إلى حالهم في رمضان وحال الأمة في رمضان اليوم كأن بعض الناس أخواني كرام مر عليه ربعين مضامًا ما تبدلش ربعين رمضان مازلو هو هو ما زلوا هو بدخانتاوي ما زلوا هو بالله واللعب ما زلوا هو نفس الإنسان كي يغضب ويسب الله ما زلوا نفس الإنسان Gallery اخلاقه فيها نميمة وأغيبة وكذب ما زلوا يأكل الحرام ما زلوا نفس الطريقة كان الناس مر عليه ربعين رمضان ما زلوا لم يصليش ما زال ربما ما حرقش فيه لماذا لأن الأجواء الغالدة ؟ الأجواء العامة في رمضان عندنا غطتها بعمد أو بغير عمد أجواء غير رمضانية أي غير دينية أصلاً حولتنا العبادة إلى هذا هذا مشكل كبير ولينا منعرفوش قدر رمضان من هو رمضان على رب يدر رمضان فالآن ولو الناس ماذا يذهب الناس كل يوم في وجهه كان لي رمضان عنده نوف كان لي عنده رمضان هو التسوق والذهب إلى المكان فلاني كل حاجة من جبه حاجة جبه من مكان فلاني وحاجة مكان فلاني قتلاً للوقت وتعمداً أنه كأن شعاره لا يريد أن يعيش صائماً مدى به هذا الوقت هو صائم فيه مدى به روح فيريد أن يقتله قتلاً لا يريد أن يمضي وقته في طاعة الله عز وجل هذه مصيبة ولهذا نحن اليوم لما جاء هذا الشهر العظيم الذي عظمه ما قال شهر رمضان الذي أزيل فيه القرآن شوف الآن آيات وأحاديث نصنعوها من عند الأئمة والدعاة وفي التلفاز وفي الأنترنت ونقروها في المطويات وفي الكتب وين تروح تسمحها وتجيك رسائل في الواتساق وتجيك رسائل في الفيسبوك وتشوفها في الانستجرام أحاديث أنت تقول هذه الأحاديث مليكونا صغار وحنا نسمحو فيها على باننا ونعرفوها على باننا بلي شهر العطق من الميارة وعلى باننا بلي شهر أنزيل فيه القرآن وعلى باننا بلي فيه ليلة أخير من ألف شهر وعلى باننا بلي فيه أعمال تظهر فيه كأطعام الطعام ونجود والإحسان وقراءة القرآن وقيم ليل وسيام النهاء وغير ذلك من الأعمال صالحة كل هذه معلومات موجودة لكن لماذا نتغير؟ عنيش ما نتغيروش؟ هلأ شخنا قيمة رمضان؟ قيمة رمضان قاعدة عن ضربي هي هي عندنا إحنا الآن بالنسبة لرمضان عندنا ثلث مشاكل يعني كان ثلث فئات عندها مشكل مع رمضان ما هي هذه فئات؟ الفئة الأولى عاصل لم يتب الحق عليه رمضان ما زلوا في نفس الحالة الصلاة ما كانش يصلي الحق رمضان ما هوش يصلي ما زلوا بالآثات التي يتعلقوا بها إدماء المخدرات وعلاقة غير شرعية الدخان، القمار، أكل الربا، أكل الرشوة عقوق الوالدين، قطع الأرحم، أخلاق سيئة، غيبة، نميمة طبائع فاسدة ومفسدة للمجتمع ما زلت فيه موجود نفس الإنسان نفس الطبائع بذات موجوده عاصل لم يتب أو تائب لم يتقدم في طاعة الله كيف ناس كيف بعض الناس هو إنسان ما شاء الله يصلي وعنده ضعف الإيمان وعنده أخطاء في عبادته وما زلت كما قال الشيخ ما زلت العبادات لم تثمر فيها ما زلت العبادات الجوفاء عنده وهذه مصيبة أعظم مصيبة أنا نعيشها اليوم إحنا ونحن نشعر بها في نفسنا ونشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من أنفسنا في هذا الأمر وهي هذه العبادة الجوفاء تزيف أننا نظهر على سورة الاستقامة وما شاء الله وما ستخاف الله عز وجل وقربنا والعيادة بلا فاغة ما فيهاش كنقدمه للنوعية، نوعية العبادة اسمعني ابريح النوعية ما شيرا سيانتي تعصلات وعندك عشرين سنة تصلي وعندك شحال ملتاز في المسجد نوعية العبادة لأن الأقدامية أربي اذكرها في القرآن الكريم وذمها كي تكون فارغة هي مليحة السابقون الأولون مليح كي تكون عمرها بسح كي تكون فيها نوعية بس أحد واحد الأقدامية ذمها أربي في المقابل وَلَا تَكُنُوا كِنَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَا مِنْ قَبْلُوا فَطَالَ عَلِيْهِمْ الْأَمَدُوا فَقَسِتْ خُلُوبُوا بعض المصيبة أنك تبدأ تفني إيمانك وأنت متواكل على أقداميتك في طاعة الله وأقداميتك في التوبة وأقداميتك في الالتزام ولهذا ربي سبحانه وتعالى ما يحبش يخلي العبادة داعوا يمشيوا هكذا بهذا الروتين وهما يعبدوه بعبادة جوفة ما يحقل لهم مش هكذا مُش قالهم؟ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا Us Em, Tuhu tilom la Yitoban山有herit يعني لهم مرمين ولا لا هم مرمين هذه خاطبهم ربي قال عليهم سأشت Apa yuhatim الإPS neuroim والذير الحال ومع墜uli يَسْرُوا وَيَقَرَوْمُوا في القرآن الكريم وتقولوا في الم المسؤك hi anak fiil يعني اجددوا ايمانكم لأن هذا الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم لأن هذا الإيمان كم الثوب تتحرص قل هذا اللبسها ديني لبسها هذه أي قدمت نروح نشري حاجة جديدها تعتني بها عنايتك بإيمانك لازم تكون أكثر من عنايتك بثوب لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شباها الإيمان بثوب فإحنا اليوم عندنا مشكلة مع نفسنا في إيماننا ممكن الواحد فينا يدخل في رمضان مستوى الإيمان موجود عنده عشرة بالمئة يخرج بعد رمضان عشرة بالمئة هذا مغتنمش رمضان قعد نفس الحالة مغتنمش رمضان هذه كذلك مشكلة وهذه مشكلة مهمة يوجيه الإنسان بنفسه ولأهل المسجد أننا كما ندخل في رمضان من أصل بغضر نادر خلاص تكلمنا على ناس وريحين تكلموا عليهم بطريقة أخرى حتى ننبيهاهم تكلمنا على ناس حوصات ونحن منهم نساء الله يسترنا ويعافينا فالآن تكلمنا على ناس عوصات تركين الصلاة هاجرين المساجد عاملين كبائر وبعادة على الله سبحانه وتعالى يعني مصنفين من العوصات ما تبوش الآن لن تكلموا على ناس تايبين راجعين إلى الله ولكن لم يحسنوا من طاعتهم ما زالت نفس العبادة التي يقدمها جوفاء بساهية فيدخل إلى المسجد ويصلي الصلاة ويخرج من المسجد ولم تزد صلاته فيه إيمانا مصيبة هذه والدليل على ذلك أن الإيمان تعالى مش يزيد العبادة اللي متقدركش إلى الله فيها مشكل يعني مشكل مش في العبادة فيه كنتم يعني أنك تقبل في نوعية وبيعة ما تقبل في عبادة مليحة والرسول عليه الصلاة والسلام من غير ما نستقرب في هذا ذكر لنا أن الناس إذا انصانفوا من الصلاة لا تكون أجورهم سواء كي اللي الصلاة ما تفوتش راسه تبقى تمنها وكي لتتلقف الملائكة ما يقول فترتفع بها إلى الله تبارك وتعالى تبادئ وتفتح لها أبوى السماء فأنظر ما بين هذا وهذا لماذا؟ نوعية نوعية الصلاة والعبادة التي تقدمها نفس الشيء يشير الدين من تعنا في الأحاديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوعية الصيام التي يقدمها الإنسان والتي سنتكلم عليها إن شاء الله خلال هذه المقتقافات التي نقدمها في هذا الدرس الآن هذه المشكلة الثانية أن إنسان رهو تايب لله يصل على المسلمين عنده صورة واحد مستقل ولكنه لم يتقدم ولم يزد إيمانا وهذه مشكلة هذا الدليل على أنك لم تقتنم دخلت الصوف وخرجت ومدت ورمعك الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث أن ثمة أناس يتوبون يرجعون إلى الله ولكنهم حال رجوعهم من الله عز وجل عندهم عزيمة وعهد أنهم سيولون الأدبار بعد رمضان الديرين النية أن رمضان هي عبارة عن عبادة مؤقتة وأنه موسم فقط ولا يعرفون الله إلا في رمضان وهذا نوع من الناس الذين يتوبون توبة مزيفة نسأل الله سلامة العافية ولا يأمن أحد منا على نفسه نحن لا نتكلم على أن كل الإنسان لازم له يضمن روحه أنه تائب إلى الله حتى يموت هذا الشيء لا يضمنه أحدا نسأل الله سبحانه وتعالى يضمنه هنا نحن لا نضمنه نفسنا والنبي عليه الصلاة كان يخاف على نفسه ونحن نخاف على أنفسنا أكثر منه عليه الصلاة والسلام فالآن الناس في ثلاثة مشاكل وثلاثة حالات عندها مشكل مها رمضان هؤلاء الثلاثة كلهم هذو رح نجملوهم ببعض الإرشادات المهمة شوف الآن أنا فكرت منذ أيام وابقت مع نفسي واجمعت ما هي عادتنا في نصيحة الناس وعليش الناس ما مشي تبدلوا في رمضان عليش نصائح الناس ونصائح الآئمة ونصائح دهات ما رايش تثمر في الناس في رمضان لأن الناس اعتادوا سماح هذه الأحاديث والآيات والآئمة أبدا لم يخطئوا في أنهم يسردون على الناس هذه الأحاديث والآيات فاحتجنا اليوم احتجنا أننا نبرز أشياء ونقدم أشياء وآخر أشياء كالأمور الأحاديث انتع رمضان هي نفس الأحاديث التي تعرفها والآيات لا جديدة فيها والعبادات انتع رمضان لا جديدة فيها إذن وشن هو الجديد الجديد هو واحد الأمور دقيقة جدا لابد من النظر فيها وإبرازها حتى نقدر بعد ذلك نستفيد من رمضان حقيقة كالأمور هذه القراءة الدقيقة في النصوص نستخرج منها بعض الأمور المهمة هذه لنقدر ندعو نفوسنا لها أول حاجة ما هي أول حاجة التي هي رأس إصلاح العبادات رأس إصلاح العبادات رمضان لموش رمضان إحنا مطالبون أننا نصلحا في سناء وأن نحسن من إيماننا وأننا نزداد إلى الله قربتك دائما حتى نلقى الله لأن رب عز وجل حذرنا أو قلنا رب بركم قلنا وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ قلنا بانك يعني تجي عندي ونقبض لك الروح ونتأك وانت سكرات ولا ترك الصلاة هذا رأي مصيبة إخواني كرام أن يموت الإنسان وهو ما هوش على طريق الإسلام مصيبة فلذلك الآن المسلم عنده هم وعنده خوف في نفسه ولك الخوف هذاك يسمونه بخوف المحبوط الخوف المنجز كي الأمور لما تشوف بعض الناس النجاباء في المدرسة كي ناس يجيبوا نذكرهم إحنا الخباشين هلو كي الناس يقروا بليح في الباكالوية يجيب 18 17 16 يجيبوا بليح هذا كل ناس النجاباء دائما في الدراسة دائما عندهم هلع وخوف وفزع أيام انتحالة دائما عنده بحد الخوف الخوف انتهى هذه الناس خوف المحمود لمد أن يكون هذاك يسميوه الخوف المنجز خوف المنجباء خوف المفلحين وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهو يصف عباده الصالحين على رأسهم الأنبياء يؤتون ما أتوا قلوبهم وجينة يخافون ربهم من فوقهم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم الخوف هذاك المحرك يسميوه الخوف الذي يحركك نحو الله هذاك كثر منه هذاك ميزان تقوم ما تخافش ما يديك للوسواس ولا إلى القروض لأنه خوف محمود هذاك الخوف يخليك دائما ترجع نفسك خايف أنك تلقى الله وعليك شيء خايف أنك تلقى الله وعليك مظللة خايف أنك تلقى الله سبحانه وتعالى هو عليك غاضب هذاك الخوف محمود محرك الخوف المحرك محمود الخوف المقلق غير محمود مذنوب الخوف اللي يخليك اللي ما عايشين فيه شباب غري يتوبوا يقول ليه فيهم الوسوسة ويقولك أنا خايف ويجيني واحد ويقول لي راح تموت هذاك الخوف ديكم الشيطان مش تعرب بهذاك يقولك هتموت وخلاص وانت في جهنم وانت كذا هذاك خوف مرضى تروح عندك بيبو الدول هذاك خاطينة مش يتعني هذاك الخوف المحمود هو الذي يحذيكه كده حقه الله تقول لنا ذو كنبوت واسي يدي سالي وهذاك راني سبيته وهذاك راني ظالب وهذاك راني هاجره وربي ربي لي خلقني راني هاجره مانيش يسلي هذاك يتقعد معرك وتخاف مليح هذيك غير خاف لأنها ستتحركك نحو التوبة ونحو الله ولهذا اليوم إحنا بس نخافه نخافه مونش نخافه شوفوا قراءة مهمة جدا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلكم تحفظنا الرسول عيسى موش قال اذكرنا فضاء الرمضان قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب جلا وفي الحديث فتحت أبواب السماء يعني الدعاء مقبول دعاء مقبول كما سمعنا في قراءة المغرب قال الله تبارك وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعا ماذا يقول العلماء يقولوا فتحت أبواب السماء وهذا الآية التي ذكرت في سياق آيات الصيام دلالة على أن رمضان مستجاب فيه دعاء كامل وهذا هذه الفاضيلة الجنة مفتوح بمعنى بعض العلماء يقول لك فتح الله سبحانه وتعالى أبوابها أي اللي يموت هذا الرمضان بمعنى تعتبر شفاعة له يدخل الجنة وكذلك من تفسيرات أن أعمال أهل الجنة يعني ميسرار بيسهل للناس الأعمال وبعضهم يقول أن الله ينتعي في الأجور فيها وبعضهم يقول أكثر من ذلك المهم كل هذه التفسيرات صحيحة لأن رحمة الله تسعى كل هذه المعالي هذه شوف الآن فاضيلة مفتوحة أبواب الجنة نفس الشيء وش قلنا في أبواب الجنة طول العكس انترى في أبواب النار أبواب النار كذلك بحيث أن ربه سبحانه وتعالى رح يهيئ لك الجو باش انتعي تقدر تعبد الله وراح يحب سعليك أشياء كثيرة تقربك من النار وغلق علينا أبواب النار بحيث من مات في رمضان تكون له شفاعة ألا يدخل النار وقالوا هذا يؤرضه وقول الله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء في كل ليلة عتقاء من النار هذا من عند ربه سبحانه وتعالى عفو شامل من عند الله للمسلمين بطبيعة الحال الآن يزيد قال عليه الذي عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه قال هذا وتصفد فيه شهادين تعرفوا الكلام هذا وش هو هذا كلام هذا الكلام هذا وش هو هذا الكلام لا نذكره على سبيل أنه من فبائل رمضان فقط ما نذكرهش هذه الكلمة لازمنا نأكد ونوضح للناس أن هذا هو تهيئة جو ومحيط من الله لعباده للعبادة تعالى هنا لازمنا نتصوره وش ما عندها رمضان وش ما عندها رمضان عنده معاني كثيرة من بين معاني التي أريد وأن أركز عليها الآن هنا لنفسي وليكم وللنس لمازال متابتش الرب يسمحه وتعالى وش ما عندها رمضان هذا الجو كي تسمعه انت وذي تشوف الأعمال انت السلف وأعمال المسلمين على مر العصر وتشوف هذه الهبة جماعية حيث تمتلئ المساجد في الصلوات وفي صلاة القيام هذا كالقيام الجماعي الذي يسنه في رمضان وزيد على ذلك الإطعام الجماعي والجود والإحسان والناس يعني ترجع إلى الله وتخبط إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى ربي سبحانه وتعالى بالجود والإحسان والعطاء وقراءة القرآن يعني أنت كنت تقيلة لك تقرأ القرآن الكريم في رمضان تقول لك تدخل المسجل أنا حاكم مصحف ولا حاكم مصحف ولا حاكم مصحف أنت تجيك سهلة بيش تحكم مصحف لأنك أنت لقيت اللغاشي كامل حاكمي المصاحف تجيك سهلة وتسمع تقول لك وخاتم عشرة ختمات في رمضان أنت تجيك بيش تختم ختمات تحسر حق مدر طوالب وذلك الختمة لي كنت أنت مقرأت شفصها في عام كامل تقول لك في رمضان تختم وحدة زوج وتحسر حق مدر طوالب علاء لأنه كان جماعي يدفع معك كان واحد الجو جماعي راو يعاون فيك نفس الشي قيام الليل لبالك ربما ما قمت شليئ الكامل في العام كامل ما قمنا شليئ كنت جينا رمضان ونشوفوا الناس تقوم رمضان في الجو الإيماني ما شاء الله ثلاثين هو يقوم صلاة عمره ما قملي في الأيام الأخرى نفس الشي في الصيام هناك من الناس من يستفقل عليه الصيام يمنعه الدخان يمنعه المأكولات يمنعه العمل يقول أنا خدمتي مجبش نصوم بثين وخميس كي يجي رمضان يصوموا حتى وجه سهل منهر لون صاهم على جه سهل هذا الإنسان هذا يوجع راسه نهر لونه معليش صاهم علىها كيف استطاع أن يجاهد نفسها لأنه كان الناس كانوا نصاهمها صانعا فهذه كل الهبة الجماعية نتعلموا سليمين وهذه كل الأحاديث اللي قلناها والألجوم اللي قلناها في الحديث تفتح أبواب الجنة وأبواب السماء وتورق أبواب النار وتصفد الشياطين ربي ينحي عليك شيطان هذا كان يؤذلك الزن ينحيهو الكربي يقول أن يربطهوك خلاص وش مانت هذا الكلام أنا؟ مانت هراء يقول لك ربي يراني هي في الجو إلا ما تسقمت فيه ما تسقمش الجو هذا كامل إلا ما تسقمت فيه ما تلك مشكلة كبيرة ولهذا شوف إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام خلينا نربط الوحي بالوحي الرسول عليه الصلاة والسلام فيه دعاء المينبر كي يطلع فوق المينبر حديثتان يعرفونه كامل تحكي تتأمل فيهم الحديث يتكون لك واحد الصورة هذه الصورة لازم تتكون عندنا بش نقدرون تسقمه شوف الآن رمضان رمضان هو نعمة بشأن جميع الناس يعني كما أنك تفرح به تخاف لو كان ما تستثمره لازم ترغيب وترهيب لازم فالآن النبي عليه الصنك يطلع فوق المينبر في كل درج جبريل يدعو من بين الأدعية وشحال رغوما ألف مرئين رغوما ألف مرئين أدركه رمضان ولا يغفر لهم فأدخله الله النار شوف ركزي على هذه الرواية فأدخله الله النار يعني من قام رمضان إيمانا و احتسادا و جسرا غفر لهم تقدم يندبه من قام لي benefiting قدرت القدر إيماناً واحتساداً غفرة لهما تقدمين النبي من صالة رمضان إيماناً واحتساداً غفرة لهما تقدمين النبي هذا كمير مغفر لك سربيه اسمك ثلاثين يوم كم انت مقصك وين من المغفرة هذه شوقتها ومش معتها؟ معتها انت أنا كمشيت عشرة كيلومتر منها في الخلاق وصبت مقصتك حتى قدرة وين كنت انت؟ كنت معنا برا وطاحت ومقصتك حتى قدرة وين كنت؟ يعني وين كنت انت؟ كنت مخضب ما حضرت معنا فإذن هكذا الإنسان في رمضان رمضان كامل هذك الجود والإحسان وشيطن مغلق عليها والجنة والجنة مغنوقة والباب الجنة مفتوح وباب السماء مفتوح ودعوير خير كهين والدعاء مستجد وإذن تأخر فشلو ادخلت؟ مصيبة هذه ولديك قال فلم يغفر له فأدخله اللهم مصيبة يعني لم يتخذ أسباب المغفرة فأدخله اللهم مع نسأل الله السلامة والعافية فإذن هذا الغبل عظيم هذا الغبل يفوتك هذا الحظ العظيم فوت الحظ العظيم أوه الغبل فإن لم المغبول من وصل إلى هذا النعمة وأتيحت له هذه الفرصة ولم يغفر له معنى ترى ويقول لك وروح من هذه الأسباب المغفرة اللي اذكرت هالك أنا إيمانا واحتساباً هل يشوف جملة الحالة التي نزلت منزلة شرط شرط إيمانا واحتساباً ولذلك من هذا المنطلق الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة إيمانا واحتساباً والجملة اللي راح نقولها لك ذلك تتمت على الحديث اللي بديت به وهنا يقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت طبابة الجناة وغرق طباب النار وسفيد الشيئين هنا لي لازم نركزه هنا او يا أشاره للنباء اللي عليه الصلاة والسلام اعطاك واحد البوعق هنا لي علي لازم نركزه aujala لماذا؟ قال النبي يسمى إنادم ونادن أن يباغي الخيري ليه حاب الخيري ليش كامل لا رأيك حاب تتسجم ولكن أنا يجي نحكي لك ويجي إمام أخذ أخرى يحكي لك وتوقف في السرس جمعة وتسمع عن إمام يحكي لك على كيف تستفج من رمضان وأنت مكش حاب تستفج استفجتش ما تستفج أنه يقول لك بواب الجنة النار والفتحورك بواب الجنة ما تستفج لأنك مكش حاب لازم أنت تبغي الخير ولذلك قال نادم ونادن أن يباغي الخيري أقبل ويباغي الشري أقصر يعني لك حاب تبقى على الفساد خاطئك تستفج هذا كامل ولذلك رمضان رمضان ما رهنش واب الجيد دي كامل الناس ولذلك شوفوا نعطيكم مثال حتى لنا التواكن وحتى لنا امتخذ الأسباب شوفوا الآن ربي سبحانه وتعالى اذكر واحد الشفاء أي في القرآن الكريم اذكر شفاء أي شفاء لهو القرآن ولا لم قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين ياك هلا وقال في النحل في صورة النحل بتكلمنا على الشفاء الثاني وهو وش ما هو؟ العسل ولا لا قال فيه شفاء لمن؟ للناس كامل فكان حاجة ربي مبهر للناس كامل يسموها هدياء الاستشفاء الكوني العسل أعطيه الكافر يبراه وأعطيه المسلم يبراه هذا دواء كما تتشرب انت دواء 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 ما عنده سيدالية وكان يجي واحد كافر يشير الدواء مع السيدالية يبراه وأعطيه لا عسل هالبة تنسي الحال بس أعطيه الله في القرآن اللي استشفاء هنا الشفاء الاستشفاء هنا الشفاء الايماني والشفاء الكوني في القرآن يعني كان تقرأ على واحد مريض يبراه وكان الشفاء اللي هو الهداية هذا الشي هذا للمؤمنين بق نفس الشي رمضان رمضان للناس المؤمنين للناس اللي حابين يرجعوا ربي سبحانه وتعالى الله غالب انت كنت مغبون عندك سجولة سأسور عندك الشيطانة يغلى يتغلب عليك وانحكت الواحد المرحلة لا أقبرت حتى تركها لك أخلاصاً هي يقول لك وحده اللي لايك حابتوك هيقلك ربي سبحانه وتعالى واحد الجو عجيب أنا نقولهم دائماً رمضان شفتوا طفل صغير هذاك كي يكونوا يحبيب شي يسحبت شوية معاولة وش يجيرونه ونجيبونهم الشاية ونحكمهم اليدون دون بددشو فيه بالعقل غيراً بددشوه نعاولوه شوية نعاولوه شوية معاولوه شوية بعد نطلبوه رحمشي وحدهم رمضان هندق انت هي عندك الصلاة تطيل عليك وقيم ليه تطيل عليك وقراءة القرآن تطيل عليك وزيد علي ذلك الصيام النهار تطيل عليك وعندك البخل اطعام الطعام لا تطعب ما تتصدقش هذه الأعمال كاملة كي تجي تلقى انت الناس تمشي بيها تروح للمزيك جندس جح رايح تصلي شوف هاي الكريد حوما يتعام روما صليها وراح يصلي جعتيك وحد الشجاعة راح تصلي بنا فالأمر هذي كاملة جد شوفين كيما يقول ركب ضدش كين طلبوك تولف تدخل للمسجد وتسمع القراءة تع الإيمان وتصلي مع المسلمين وتعرف يا إخواني كرام وانتم الحمد لله ربي يكرمكم بشي هذا يا والله لا يوجد كما قال ابن البطال رحمه الله لا يوجد جلسة يجلسها إنسان أحلى أحلى من جلسة بعد الصلاة شوف كين تقعد بعد الصلاة كين سلم الإيمان وتقعد تذكر في الله واحد الساكينة والله ما تشتريها بالأموال عجيبة جلوسه الراجلي في المصلح هذاك المصلح وش معلتها المصلح المصلح أو في مسجده الماكن اللي صلي فيها كيتكمل الإيمان يكمل سنة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العيشة ولا سنة الصبح كيتسلم وتبدأ أنت تريح وتستغفر وتذكر في الله عز وجل أفضل مجلس تجلسه في حياتك أحلى لأنك كنت في قرب من الله وكنت في حالة تعترف بفقرك إلى الله وبيغين الله عنك وأنت تعترف أقرب ما يكون عندنا ربي وسيء ودعنا ذلك السلمت فشعرت بوحدة الراحة لذلك يقول العلماء تلك الراحة جات من عند مصالحة مع الله وما أجمل مصالحة مع الله أنت لو كنت مكشون مساجرة وشحنها مع إنسان دار بي سنوات ولا شهر ما هدرت معه واحد وأي طورك جماعة الخير وداروك مجلس معاه وتصالحته ونته وتعانقته تشعر بوحدة الراحة عجيبة هذه مصالحة مع إنسان فقير لا يملك لك ضر ولا نفع غير تتصالح ما تحسب راه أما المصالحة مع الله فذوق آخر يا أخواني كرام ما أحلام ولماذا ذكش المصالحة مع الله أنه له يدخل جنة ولذلك الآن هناك الجلوس التائب إلى الله روجه روجه حتى ولو كان مكره كما كان يقول الرسول يسمى السحابة يقولوا قلها ولو كنت كاريا يقولوا يا رسول الله تجدني كاريا قالوا قولها ما تحافش ملهمك رايح أتأثر فيك لا إله لله مع الوقت تخدم فيك فلذلك الآن الصلاة لما تجد صليها حتى ولو كان يكاركف البغاة وكما نقول إحنا يجي وفي يوم من الأيام يصلي الصلاة من الصلوات ويشعر تلك اللذة بتاع الجلسة بعد الصلاة نفس الشيء بالنسبة إلى إنسان هذك الإنسان يجي في الليل ويتذوق الحلاوة على الصوم ويقول ذهب الضمى أول بتلة العروق وثبت الأجور إن شاء الله ويفهم المعنى تلك الكلمة هذه يفهمها يفهمها يفهم بلي كل شيء يفوت ها ذهب الضمى أعطيش لها يقف النهار وتشهينها وراح كل شيء اتفمر اللولة تضحطها في فمك راح كل شيء ومفعتش الفاحشاء ومعطيتش لنفسك حضاها من الحرام وتعبت وشبيت وجهدت نفسك وإصببت وغيري تجي الروح انتعبت تخرج يجيك الملائكة ألا تخافوا ألا تحزنوا وأبشئوا بالجلسة وتقول ذهب الضمى وبتلة العروق تبت الأجور إن شاء الله لابد أن استفيد مدرسة رمضان عجيبة سبحان الله فلما يكون الإنسان على هذا الحال ويتذوق كراعة الإيمان في الليل ويسمع أحيانا في صلاة التراويح هذا يبكي منها وهذا يبكي منها ويسجد ويدعو الله تبارك وتعالى ويجيه هذه اللحظات الإيمانية راه ذاقوح من الأمور مهمة جدا وهذه الضمى وقال لك عجيب من لم يذوق هذا الأمر هذا مدخل جنة الدنيا إذا ذوق هذه الأشياء وانتهى رمضان بعد ذلك يقول إنسان عنده ذكريات جميلة مع الله عنده ذكريات جميلة مع أيام رمضان وعنده ذكريات جميلة مع أهل المسجد وقوموا بعض الناس وقوموا رفقة طيبة في المسجد جلوا الناس اليوم الذين هم في المسجد ومنهم أئمة تابوا في رمضان في رمضان تابوا شافوا الناس تصليوا هدوا رحمة وصلوا في رمضان وإلتاثوا في رمضان فلذلك الآن هذه الآن الهدة الجماعية كأنه واحد راوي عاولك عاولك أربي سبحانه وتعالى هو لهي أن الجو هذا باش نرجع إلى الله تبارك وتعالى فإذا في قرور كنتية تعرف تصلي غير في رمضان افتخر بالكلامها مليح مليح تصلي غير في رمضان مليح أرواح في رمضان ما عليش وإن شاء الله ستدوق هذه كل الذهابك وبإذن الله ستبقى بعد رمضان وتكون بعد رمضان أحسن من رمضان وهذا أمر مهم جدا إذن الانطلاق ما هي أول حاجة نقف عليها بعد معرفة قيمة رمضان إرادة الخير إرادة الخير حتى أن تريدك مشتقيم وعندك عشرين وثلاثين سنة وتتصلي أنت تريد لازم لك هذا ولازم تأخذ من نفسك تغيراً نحو الله عز وجل حتى تتحسن نوعية العبادة التي تقدمها يا الله ولا تتكن على سنوات قدمتها في الركوع والسجود لأن الله سبحانه وتعالى كما قالها الحسن البصري نظر إلى أعمالنا وطلع عليها فقال لا أقبل منها شيئاً ممكن إلا له مش كون يحاسبوا مش كون يقولوا لم تقبل منا يا الله وهذه الدرس الأول إعطاه لنا ربي لبني آدم ما في الحياة لبني آدم تقبل من أحده ما هو لم ينتقبل من الآخر كيش واحد دخلوا يتقبل يا حاسب ربي يقبل ربي هذه العبادة تعالى دا ما يقبلها شيء ولا نبري نحن فلذلك نحن دائماً في افتقار إلى الله وفي حاجة أننا نجدد إيماننا مع الله وأننا نجدد ودائماً نقول أن ما فات ربما راه كامل مملوء بالرياء ربما كامل ربي ما قبلوش نحن نرجو من الله خير ولكن لا نتكل على العمل ونبقى دائماً نعمل خيراً لعل كل رجوعك إلى الله كل قربة من الله إلا وهي اللي يجب ترفع من الله سبحانه تعالى ولهذا نحن دائماً نرجو من الله أننا نتحسن في رمضان هذا أمر مهم وهو إرادة الخير يا باغي الخير أقبل لازم ننضرك من الآن لازم تكون نوي خير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر دي في ذلك بل للناس ليرهم حاطين برامج فاسدة في رمضان الناس الذين ما عندهمش نية رجوع إلى رمضان لا يعنيهم هذا السوق هذا السوق هذا الجميل هذا هذا الأرض الربان هذا البضاعة الجميلة لأرض هاربي في رمضان مش يتحم في الناس عنده والده وفي نفس السياق في درج من أدراج المنبر قال رغم أنف مريء أدرك والديه أو أحداهما ولم يغفر له فأدخله اللهم يعني والديك حيي والوالدان بابان من أبواب الجنة ما قدرت يعني تترافيك من حتى وعدة تجعلوا باب للجنة لم تحسن لأحده ما؟ ولم تجعل هذه الوالدين يعني فرصة لكتخل بهم الجنة بابان من أبواب الجنة افتحهم لك الله فإذا مات أحدهما أو يقبا مات الوالدين ما قدرت يعني أنت وأنت عاقل لهما كذلك مصيبة فكذلك ربضان ولذلك جاء الاقتران في حديث الارتقاء المنبر بالوالديني ولهذا اليوم نحن الآن الانطلاق بالإرادة والنية طيبة هي أحسن من نركز عليه الأمر الثاني يا إخواني الكرام هو الاستقمال تأشهر تأشهر رمضان هو يكون منه الآن مش بتدخل نقر القرآن كي يجي رمضان نبدأ نقر القرآن وكي يجي رمضان نرجع المظالم إلى أهلها وكي يجي رمضان أنا نبدأ نصلي قطع هذا يعني فلتم ترئ المساجد من الآن لأن الإنسان اللي رح يقول أنا في رمضان نبدأ نصلي قد لا يدركه رمضان لا لا فهذا الإنسان نجد على ذلك وهذه نية فاسدة كونك تقول أنا نهار الجمعان نبدأ نصلي السنة ندير واحد لنكمل واحد وحسيفة واحد الحسابات ونبدأ نصلي السنة ندير واحد الحاجة ونبدأ نصلي هذه هي اسمها هذا التوبة الإبليس وش ما قالت التوبة الإبليس؟ ما أنت متوقش ما أنت يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كل حاجة رأيت بعدك عن التوبة أعرف بأنها وحي من الإبليس فهذا ما اشتعنا يا إخواني الكرام احنا وسارعوا إلى مغفيراتهم من ربكم احنا وسارعوا احنا في كل هذه الأموة العربية لازم لا نكونوا قلقين نجيهوا كل ما فطرنا عليه من العجلة احنا رب يخلقنا من العجلة لا لا العجلة هذه نجيبها كامل نصبها كامل حطها في أبواب الخير وأبواب الدنيا كان بعقلنا التؤادة في كل خير أما في أمور تعربي سارعوا إلى مغفرة من ربكم والله نعرف إنسان أنا نعرف واحد أقسم بالله غير تاب إلى الله في العصر سنة سنة العصر المغرب العيشة مك والله تاب توبا نحسابها نص واحد تاب إلى الله من العصر من العصر من العصر من العصر إلى العيشة وهو يبكي إلى الله مات أنا أقول لك حاجة تتمنى تكون في مكان واحد كمان صلوا معنا في المساجد في سنوات مضت بعض الشباب مساكن كانوا في مخدرات وكانوا في أشياء قليل يعملها وتاب الله عز وجل عليه وسبحان الله بعض الناس تشوفوا في المسجد تشوف الصدق في وجههه وعلى كل حال هذا الصدق لا نعلمه نحن يعلمه ذا ربي سبحانه وتعالى ونعاني وإحنا كامل في قلوبنا هذا الصدق هذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعقينا منه فلذلك الآن لما تشوف بعض الشباب من كبار أهل المخدرات السرقة أشياء كثيرة يعملونها يجي الشاب يدخل في المسجد يعني بعض الشباب سبحان الله أنا أحضر هذه الأشياء فبعض الشباب يعني سن معينا تاب إلى الله وحبس المخدرات وجاء يسلم معنا في المسجد والله يا أخواني الكرام ثلاثين يوم وننسلم في الصناوات في رمضان إلا أن نلقاه في خلفه كل من نسلم نلقاه قدامه كل من نسلم نلقاه قدامه كل هو داخل المسجد يعني يأتي إلى الله قبل أن يلاديه فكان يوقف هذا الشاب في الثلاثينيات يصلي معنا في المسجد التراويح يفطر في المسجد الصف الأول في التراويح في كل لحظة وهو وراء الإمام يصلي بعد ذا ما كملنا ودروس يحضر كل إش إلا والمسحف مفتوح ولا حاضر يسبع درسك ولا يصلي ولا يتدفل يعني سبحان الله إذا أراد الله عبد عبد خيراً سبحان الله فإذا به ينتهي رمضان يصلي معنا العيد ويسلم على الناس ويفطر يوم العيد وغد من ذاك يبدأ صيام شوال صام ستة أيام شوال فذي يوم السادس مات مات وهو يغتسل إلى الجمعة في وقت الجمعة سبحان الله يعني يشوف هذا الناس أنت لا تدري بما يختم لك ومسا الله سبحانه وتعالى سترة الآفية هذا الناس شوف ما راهم أئمة، ما تعبوا، ما دروا دروس، ما حفظوا القرآن الكريم لكن هذا القلب لمليح لم يخبر ليش ربي يروح منك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآن أنت فأما من ابتقى وصدق بالحسنة فسنو يسيره لليوسى يعني أنت لا تسنجه وتسنجه كيفاش ربي سبحانه وتعالى يعودي ببلك كامل يرجعك نبي أنت لازم تكون فيك الخير من البدرة الطيلة هذه ودالي الخايف نازم ترجع إلى الله نازم ترجع إلى الله عز وجل فأنك ترضى بالخير وتستعد من الآن هو من أعضر ما ينبغي الإنسان أن يجعل رمضان يستفيد منه أنا أقول دائما في كلامي لا أركز على ذكر الأعمال وأنا طرق الاستفادة داخل رمضان لأن هذه الحمد لله كلكم تعرفوها أنا أركز على النقاط المهمة التي نحن نجعلها لأنها قاعدت فينا شغل فراغات أريد أن نعمرها لكي نقدر استفادة تعصح كان حاجة مهمة وهذه تهمكم بزاف هذه هي اللي بيهنسك بوشاء الله أول حاجة الدعاء لأنه شوفوا يا إخواني الكلام اغذي نص صراق لمستاقين شوف قد ما اتخذ أسباب والدير 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 إذا رب يرفع عندك العناية تخرج من المسجد وتولي تروح في المخمرة نعم عناية الله عناية ربي هم مدعبتنا هنا لا لا كين ناس كين ناس بكرا في المخمرة ربي ما تهلاش فيهم ربي ما وش يرعاهم يعني من حيث الإيمان ربي عز وجل ما هداهمش وش حنا نكونوا بش حنا ربي فضلنا جبنا المزيد وش حنا زيدين عليهم عناية الله جبتنا نساء الله يدين علينا العناية هذه فلذلك إهدينا الصراط المستقيم والله واحد فينا ما اهتد بذكائه ولا بطينة عائلته يقولك شحنا أولاد فاميليان على هذه كناران يصل ولا عنده ذكاء ولا شاطر ولا إنسان عنده همة وعنده لفروط يقولك أنا كين بدا حاجة مكملاء والله ما هاده والله ما هاده يقولك أنا هاده أو كين أذكياء وكين أذكياء رموا في القمار استغلوا الذكاء انتحان في القمار أرباب القمار هما الأذكياء علش ما جابوش الذكاء انتعوا للمسجد علش ما قعدشوا فكر بالذكاء انتعوا ويقول إلى أين أنا أسير انت ربيه الذكاء على مكان انت ربيه جابك وصحة صحة ماش هي لي جابتك هنا ماش العضالة انتعك بيدليل اللي نقولك المساجد روح اسأل أي إمام تجدوا من رواد المسجد الذين هم كم يقولوا احنا عرصات انتعى الجامع تلقى واحد عماء وكان الشيخ الكبير الهارم الذي لا يستطيع هدك وما ليجوا صلاة الأذن لو تعليم الجامع انتعى المسجد وروح شوف شكون ليراهم في الصفوف الأخيرة غير اللي عنده العضالات ما شاء الله وروح شوف ليراهم نيمين ينامون عن الصلوات ولا يأتون إلى صلاة الفجر ولا يأتون أحيانا إلى الصلوات كلها وحيانا لا يصلون أصلا حيبك هو ربي بالهداية تعوى سبحانه تعالى نسأل الله هداية والثباب وميزيد في إيماننا فالشهر ودعو الله ولهذا كانت واحدة الإشارة القرآنية بعدما قال لنا ربك وتب عليكم الصيام وعطانا بعض الأحكام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني هدايتكم وأعمالكم والتوفيق بتاعكم وبش تحب تزيدوه في الإيمان وتتصموا في رمضان وتحبس الدخان وتحبس الإدوان أرواح لعندي أرواح عند الله تبارك وتعالى أقول كرواح لعندي يعني يقول للنبي عليه السلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والله لم يستقيم حال إنسان إذا ربي سبحانه وتعالى لم يهديه والله لأننا نحنا سمعته الإيمان يبدأكم في الخطبة الحاجة من يهدي الله فهو المهتدي هنا حكاية أنك ترجع إلى الله أخر إخواني ماذا هي أخر مصيبة في رمضان أننا كان بعض الصورة أننا هذه إن شاء الله من الإقامة نكون إن شاء الله كملناها هذه منيح تحفظها وتتشفى عليها منيح لأن هذه حياتك كاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر